يتفضل الآن الأستاذ المساعد دكتور إحسان محمد التميمي لإلقاء بحثه الموسوم القيم الأخلاقية والفكرية في قصائد مديح الإمام السجاد عليه السلام وهو بحث مشترك مع المدرس المساعد رحاب حسين الأستاذ الدكتور إحسان محمد جواد التميمي حاصل على شهادة الدكتوراء في اللغة العربية وآدابها في الأدب الحديث ونقده وهو يعمل حاليا مدرسا لمادة البلاغة العربية والأدب العربي الحديث ونقده في كلية التربية أبن رشد جامعة بغداد عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين حاصل على جائزة الشارقة للإبداع في المجال النقدي عن كتابه فضاءات المعادل البصري في السرد العربي له أكثر من عشرين بحثا منشورا وله مجموعة من الكتب المطبوعة والمخطوطة منها القرآنية في شعر الرواد له مقالات كثيرة منشورة في المجلات المحكمة وفي الصحف تجاوزت العشرين مقالا وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات وقد أشرف على عدد من الرسائل والأطاريح في الجامعات العراقية أما الباحث المشارك فهو رحاب حسين عبد فرهود حاصل على شهادة المادستير من جامعة الكوفة كلية التربية للبنات باسم اللغة العربية شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين والطاهرين السادة الحضور مع حفظ المقامات والألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت راية رمز الوفاء والعطاء والأخلاق السامية أبي الفضل العباس عليه السلام ومن فيض كرمه أستمد إلقاء بضاعة المسجات القيم الأخلاقية والفكرية في قصائد مديح الإمام السجاد عليه السلام وهو بحث مشترك مع الباحث الجاد المدرس المساعد رحاب حسين العريفاوي تسعى هذه الدراسة للبحث في فرضية مفادها التحول التاريخي والإنساني والأخلاقي الذي أحدثه ظهور شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته ومن ضمنهم أحد أقطاب امتداده الطبيعي الإمام علي بن الحسين عليه السلام والملقب بالسجاد أو زين العابدين فالإمام السجاد شخصية فذة وفاعلة في تاريخ الإنسانية بفضل سماته الأخلاقية المتجلية في سنته القولية والفعلية هذه السمات الأخلاقية هي الجذر المشع الذي أحدث تحولا في المثل والقيم والأعراف العقيمة وانطلاقا من القيم التي رسخها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصفه الله تعالى بقوله إنك لعلى خلق عظيم ووصف النبي نفسه الكريمة بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقف هذا البحث عند مظاهر القيم الأخلاقية في شخصية الإمام علي ابن الحسين عليه السلام وأثرها في الشعر العربي ولا سيما قصائد المديح التي توجهت نحو شخصيته الفذة التي كانت مثالا للتأسي بأخلاق النبي وآله الكرام وقد اجتملت الدراسة على محورين أساسيين القيم الأخلاقية والقيم الفكرية في قصائد مديح الإمام السجاد عليه السلام فضلا عن مكملات البحث من التمهيد والذي يتضمن سيرته الشريفة والخاتمة التي تضمنت نتائج البحث تضمن البحث الأول أو الشق الأول من البحث سمات أو صفات الصفات التي تجلى أو تجلت في شخصية الإمام السجاد من ضمنها التقوى وهي من أهم الصفات التي اتسم بها الإمام السجاد عليه السلام الكرم الإحسان الشجاعة الفضل الحلم إلى آخره وأيضا تضمن الشق الثاني من أو الآخر من البحث القيم الفكرية التي اتسم بها الإمام وهي العلم والمعرفة والحكمة ونحن نعلم يعني كل إمام من الأيمة عليه السلام كان يتسم بصفة معينة وإثبات الشيء لا يعني ما عداه يعني انتسام الإمام السجاد بقيم مثل السماحة السماحة هي قريبة إلى حد ما من مفهوم أو التسامح هو قريب إلى حد ما السماحة والتسامح قريب إلى حد ما من هذا المصطلح المعاصر الآن الذي يشغل العالم لكن الإمام عليه السلام تجاوز هذا المصطلح إلى الإحسان إلى من يسيء إليه هذا تجاوز يعني في هذا المنح سأضرب مثالا على ذلك في سيرته العطرة فقد كان هشام ابن إسماعيل أمير المدينة يسيء إليه ويؤذيه أذى شديدا فلما عزل أمر به الوليد أن يشهر للناس فكان الناس يمرون به فيشتبونه فمر به علي وسلم عليه وأمر خاصته أن لا يعرض له أحد وكان له ابن عم يؤذيه فكان يجيئه ويعطيه الدنانير ليلا وهو متستر فيقول علي بن الحسين لا يصلني لا جزاه الله خيرا فيسمع ويصبر فلما مات انقطع عنه فعلم أنه هو الذي كان يصله طبعا الشمائل والصفات التي اتسم بها الإمام السجاد عليه السلام يعني غنية عن التعريف وربما لا يسع المقام أن أذكرها وقد تفضل سماحة السيد الحكيم أيضا بذكرها مشكورا من أهم القيم الأخلاقية التي اتسم بها الإمام هي التقوى التقوى في معناه اللغوي يدل على الصيانة والوقاية والستر وحفظ الشيء مما يحدق به من الأذى أما اصطلاحا فالتقوى اتخاذ الوقاية وعند أهل الحقيقة هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك نجد ذلك طبعا في قول الفرزق وهو من البسيط هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم طبعا طبعا نلاحظ يعني يبدأ الشاعر بكلمة هذا وهو تعريض لدينا في علم البلاغة تعريض بهشام ابن عبد الملك حينما أنكر معرفته للإمام السجاد فكان جواب الفرزق بكلمة هذا ابن خير عباد الله كلهم يعني بمعنى أنه أنت الذي تنكره هذا معروف طبعا أيضا يستعمل الشاعر هذا التقي النقي الطاهر العلم صيغ الاسمية دائما في وصفه للإمام السجاد عليه السلام ونحن نعلم أن الاسم أو الأسماء تحمل صفة الثبوت أكثر من الأفعال مثال ذلك لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك وهذا خطاب بين هابيل وقابيل فاستعمل كلمة ما أنا بباسط وهي تدل على السكون والثبوت بوصفها اسما ولم يستعمل كلمة ما أنا أبسط أو بسطت يدي لأقتلك لأن الفعل يدل على حدث زادا زمن ومن ثم يدل على الإجرام ومن ثم الندم الذي وقع فيه قابيل حينما قتل أخاه هابيل وهذا طبعا يتجلى أيضا في وصف الفرز دقلي الإمام السجاد حينما يقول التقي النقي وهي صفات ثبوتية عند الإمام أما الدكتور الأحمد الوائلي فقد جسد هذه الصفة في قصيدة بعنوان في مدرسة الإمام السجاد عليه السلام إذ يقول فيها تزاوله من خشية الله رعدة إذا خطرت بالوعي منه العزائم وتنعشه من رحمة الله هبة تمر بها للمتقين نسائم ونلاحظ هذا تناص واضح استلهمه الشاعر المرحوم الدكتور أحمد الوائلي من المدونة التي دونت عن تقوى الإمام السجاد وعبادته كما في الرواية أنه ورد أنه عبد الله دقيقتان ورد أنه عبد الله حتى اصفر لونه من السهر ورمضت عيناه من البكاء ودبرت جبهته وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة أيضاً من السمات الأخلاقية التي تميز بها الإمام السجاد عليه السلام السماحة ولذلك يقول فرزق حمال أثقال حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لاءه لاءه نعم هنا طبعاً نعم أو وصف النعم هي لدينا فيها بمعنى كناية كناية عن سعة صدره وعلو همته وقضائه حوائج من يطلبه قاصداً فهو لا يعرف الرفضة واستجابته مباشرة دائماً لأصحاب الحوائج والمقاصد الاستجابة الممزوجة بالسماحة والمحبة أيضاً ربما أزف الوقت أكتفي بهذا القدر شكراً رئيس الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر